مرحبا في هذه الحلقة سنتحدث عن كيف تقوم باستعادة حسابك على الفيسبوك بعد نسيان رقم الهاتف او الاميل اللي انت فاتح به حسابك على الفيسبوك لكن قبل ان نشرح في شرح هذا الدرس لا تبخل علينا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم جديد القناة دائما يلا نبدأ بنا شرح حلقة اليوم بعد ان نقوم بالدخول الى حسابنا على الفيسبوك في مثلا اي حساب اي شخص صديقك او حساب اخر لك او اي شي بعد ان تقوم ماذا عليك ان تفعل حتى تستعيد حسابك على الفيسبوك بعد ان نسيان رقم الهاتف او الاميل اللي انت فاتح به حسابك ما عليك سوى ان تأخذ هاتف او صديقا لك او حتى اذا كان لديك حساب فيسبوك اخر تقوم بالبحث عن اسمك في الفيسبوك الاسم انت تستهدمه في الفيسبوك وسنان احمد بهذه الطريقة بعد ان نقوم باختيارها فمسلا الحساب الاول هذا هو حسابي فمسلا بعد ان نقوم بالدخول الى حسابي ماذا سنفعل سنقوم بنسخ رابط الخاص بنا على الفيسبوك تقوم بالضغط تقوم بالضغط على سلس نقاط هذه هنا ثم تقوم بكوبي لين قد تظهر لكل شخص كيف تظهر له هذه الواجهة المهم عليك سوى الضغط على نسخ الرابط باللغة العربية نسخ الرابط بعد ان نقوم بنسخ الرابط سوف نعود وندخل الى متصفح جوجل من الدخول الى فيسبوك او من خلال تطبيق فيسبوك العادي بما اني انا قمت بتحميل فيسبوك لايت ساستخدم فيسبوك لايت او الابيض حتى اقوم بالدخول من خلاله تقوم هنا بنسخ بلسق الرابط لي انت نسخته بعد الان لا انت نسخته الان ثم تقوم بلسقه في بعض الاحيان قد يكون تستطيع حزف تستطيع ترك رابط مثل ما هو او تستطيع حزف من هنا كما ترون هذا من هنا تقوم تستطيع حزف ما بعد من دوت فيسبوك دوت كم تستطيع حزفها تماما او ترك الرابط مثل هو كذلك يمكن ان تقوم بحزف العنوان الذي كما يظهر الان في الصورة الاطار الذي عليه اطار في بل الأحمر يمكننا تركه وما باقي خالف الاطار يمكن حزفه تماما وتستطيع ترك رابط مثل ما هو حتى دون تعقيده او اي شي ثم تقوم بدخل الباسورد الخاص بك بعد ان ادخلت الباسورد الخاص بك كما ترون هذا والرابط سوف نقوم بالضغط على login كما ترون كما ترون تم الدخول الى حسابي بنجاح دون ان استخدم لا كلمة لا رقم الهاتف ولا الايميل ثم تقوم بالضغط على موافق وهكذا حسابك الآن تستطيع الدخول الى حسابك دون ان تعرف لا رقم الهاتف ولا الايميل اللي انت فاتح به حسابك بهذه الطريقة البسيطة ستستطيع الدخول الى حسابك وكل شي بطريقة عادية دون اي مشاكل ودون اي تعقيدات ودون اي شي بطريقة سهلة وبسيطة جدا في حالة اعجبتكم هذه الحلقة اضغطوا لي اضغطوا على زر لايك حتى ينتشر الفيديو اكثر فاكثر ويشاهدوا العديد من الناس ويستفيدون من هذه المعلومة في حالة اردتم ان اقوم بشرح طرق اخرى وكيف استرجاع كلمة المرور دون في حالة نسيانها وغير ذلك فقط اكتبوا لي في تعليق وسأجيبكم على جميع التعليقات وسوف اضع فيديو اخر عن كيف استرجاع كلمة السر في حالة نسيانها هذا ما بحزة حلقة اليوم نراكم في موضع لاحقا والسلام عليكم اشتركوا في القناة